المثال الثاني نفس الفكرة أبادي موفينج على X أكسس إتنس ديستانس إتنس ديستانس ساوي 2T تكعيب زادا خمسة تربية زادا خمسة أو جايش يريد عندي بالفايند The velocity and acceleration of body at any time عند أي وقت تجد جهنة الـ velocity والـ acceleration الفكرة أن هذا الـ A هو مجابد اشتقاق X بالنسبة للT ومشتقاق الـ velocity بالنسبة للT وهي الـ acceleration يعني أنا أشتاق المسافة على الزمن أحصل velocity أشتاق الـ velocity السرعة على الزمن الحراج لـ acceleration The position Velocity and acceleration After 2 and 3 seconds بعد 2 أو 3 seconds يريد ما ستكون المسافة و السرعة و التعجيب The velocity and acceleration بين 2 و 3 seconds ما بين 2 و 3 seconds كانت السرعة و التعجيب الحل سهل بصفتكم أنتم تطلعتوا على المثال الأول هنا أنا عندي position منتنياب هذه المعادلة أشتاقها بالنسبة لـ dx أو dt بالنسبة للزمن مجرد اشتقاق لهذه المعادلة وية T و حصلت الـ B و إذا كان عندي منطيني قيمة T أعوض و إذا لم يكن منطيني قيمة T يعني أبقي هوية T الوحدات مطلوبة بعدين أشتاق الـ B بالنسبة للتي حتى أحصل على التعجيل نفس الحالة لكن هنا تنتبهون متر على second square متر على second square أيضا خطأ الـ B يساوي لي عند 2 seconds أعوض 2 seconds بالـ position وأشوف جد الساوي وأعوض 2 seconds بالـ velocity معادلة velocity وأشوف جد الساوي لي وأعوض 2 seconds في معادلة و أحصل على الـ acceleration نفس الفكرة إذا كان عندي 3 seconds أيضا X V أي عند التعويض B بدل T أعوض 2 وأشوف جد الساوي المطلب C We have T equal 3 و T equal 2 seconds يعني دلتا T هي ثلاثة ماينس 2 وتساوي لي 1 seconds و from P اللي هو المطلب P We get دلتا X هو هذا يعني مجرد أن أخذت X 2 أو X عندما كان 3 و X عندما كان 2 و طلعت لي قيمة دلتا X هي 360 متر دلتا X أيضا مرة 84 مرة 44 حصلت هذه السهولة أيضا أعوض V Average هي delta X delta T هي 1 delta X 63 و أحصل 63 متر على سكمة بالنسبة لل Average هو delta T 40 على 1 يساوي 40 متر على سكمة يعني أن أتمنى أن هذا المثال الثاني كان واضح جدا وسهل وقدرت أن تفهموا أكثر إذا إن شاء الله أجدت لكم أنثلة شكرا لكم نتوجه إلى المثال ذلك المثال المثال رقم الثلاثة لاحشة لكم بالفيديو واللي جاي حتى نقتصر الوقت بالقناة يعني كل مثال بفيديو خاص بي